للأسف الشديد تم بالبرلمان بغرفته التصويت على الأنظمة الانتخابية والقوانية التنظيمية ذات صلة والذي فيها إشكال اللي عرفينها المغربة كمين هو الإشكال دي القاسم الانتخابي خاصة في مجلس النواب اللي تم الاختيار ديالو بناء على عدد المسجلين وهذه أضحوك للأسف هذا التعديل جاء بغرض أساسي واحد وواحد ومحاصرة العدل التنمية ولهؤلاء نقول بأن الإشكال في المغرب ليس هو حزب العدل التنمية الإشكال في المغرب إشكالة أخرى من مقامات أخرى هي إشكالة سياسية اجتماعية اقتصادية تستعي من الجميع أن ينخرط في مواجهة هذه الملفات الكبرى للأسف هم يتصورون أن الإشكال هو إشكال ديال حزب العدل التنمية حزب العدل التنمية هو جزء من الحل للأسف الآن نحن سنصبح أضحوك في العالم لأن هذا القاسم لا مثيل له لم يأتي به لا إنس ولا جن وللأسف هو سيسئ إلينا سيسئ إلى صورة المغرب إلى ثابت من ثوابت الأمة هو أيضا سيكرس العزوف سيدفع المواطنين إلى أن يكفروا أيضا بالسياسة وبالسياسيين وسينظروا إلينا أننا مجموعة الناس اللي كان خرقوا في الحقيقة وهذا قد يكون ضرر دياله أكثر من نفع دياله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبه عقلاء الوطن أنهم يراجعوا هذا القرار بما يقتضي من تلاؤم مع المقتضيات الدستورية مع المقتضيات الديمقراطية وأننا نخرجهم هذا الأضحوك ويتكون بلدنا رأسها مرفوعة كما كانت دائما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر